إشتراك مكسونات؟ شوفت فعائش بتوعيل؟ اقسم بالله خرTalk شوفوا يا أخوتي في الفيديو هذا راح تفهموا مليح علاش دايما نقول لكم باللي انا جامي لا راح نكون معه طاوى طاوى وجامي قلتلكم طاوى طاوى هذه هي شفتوا كامل وش صراع يعني في الحكاية هذه تعال خرطي تعال انه زعمة ما قبلوش الجزائر في البريكس وكذا اول الدول اللي خرجت باش تستشفى في الجزائر هي الاعلام التونسي نعم هي الدول الحدودية المغرب وتونس هذا الدول اللي دايما المشكلة تحى متعلقة بالجزائر ونقولكم حاجة اكبر الانجازات اللي داروهم هما عسوا الجزائر يعسونا هذا ما كان لو كان تخطيهم الجزائر النهار يا اخوتي صدقوني صدقوني ما يلقوا لا اخبار يحكيوا فيها لا اعلام يمشي لهم لا والو يموتوا كامل فالمهم جبتلكم فيديو ومن هذا الفيديو راح تعاودوا حساباتكم جميع واحد يعني يقول لك بليتوانس اخوتنا وكذا راح يعاود حساباتهم مليح مليح ما تنسوش حاجة نسحق الفيديو هذا يوصل الكامل الناس فاهبطوا وخليوا اللايك تاك خلي اللايك تاك اخويا الجزائري كما هما راهم حابين يشوهوا السمعة تعنا والفيديوات تاهم توصل الكامل الناس احنا يارانا ندافعوا عن الوطن تسما الفيديوات يلزم توصل الكامل الناس معلناش المهم نبدأوا الفيديو كيف كيف ونسمعوا وش يقولوا بوع البريكس الدول التي وقع دعوتها للالتحاق شكوني وشنية القائمة اللي فيها الدول اللي فعليا هي المعنية بالبريكستونس فيها وإلا ليه وش نوع اللي صار مع الزاير أحلام الكلماليك اليوم نشوفوا مثلا الجزائر اللي تقدموا بطلبين بدات يعني أول دولة كلمت عليها الجزائر ديراكت الجزائر بش تعرفوش حل مراثبينه بيت أنظيمة مززوز ما تقبلوش خاصتان الجزائر اللي رغم المساعي الحتيثة قل لك قدم الطلبين رغم أنه طالب واحد بركة هكم تشوفوا كيفاش راهي كشغل حابة طيح بالجزائر بالسيف وزيارة عبد المجيد تابون إلى موسكو والمعاهدات الثنائية واللقاءات والقمة وما إلى ذلك لكن كي صحة صحيح لم يقبل مطلب الجزائر كذلك البحرين الكويت وفلسطين كما راكم تشوفوا يا الجزائريين يعني الدولة اللي همتها من كل الدول هذيك اللي تقدمت للبريكس هي الجزائر وركزت غير على الجزائر وحبت تقول يعني بالمختصر الموفيد باللي الجزائر ما عندهش الوزن تحها كفاهم كشغل راحت زارة لاشين زارة روسيا لكن كشغل ما داروا لهاش وجه هكذا وش حبيتي تقول لي يا تونس يا تونس يا تونس نقول لك حاجة أنت دولة مجهارية أنت دولة مجهارية أنت دولة مجهارية أنت ولاية جزائرية ما تقبلتوهاش إما لا غير تقبلوها منا والجاية راح تتبدل الفاصل اللي تاعي معاكم خلاص الأنضمام إلى البريكس رسمياً هي كل من الإمارات مصر الجزائر للأرجنتين والبحرين بنجلاديش بلاروسيا بوليفيا كوبا وأثيوبيا هندراس أندونيسيا إيران كازاخستان الكوائي نيجيريا فلسطين السعودية السنغال تايلاندا وفنزويلا والفيتنام لكن لم تقبل إلا الدول اللي سميناها اللي هي كما قلنا فيها مصر السعودية الإمارات إيران أثيوبيا اليوم تقريباً زلزال سياسي يحدث في العالم توسيع دول البريكس يأخذ اتجاهات أخرى باعتباره وأنه يضم دول كما قلنا نفطية دول وزنة دول تتحكم في القرار السياسي في المنطقة والجزائر أحلم لأنه جدل كبير حول الجزائر والجزائر 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 أني قلت لكم قلت لكم يعني المحتوى اللي راهم يديروا فيه قائم على الجزائر لو كان في العنوان تاع الفيديو هذا مثلاً مجبدوش خلاص اسم الجزائر والله واحد ما يشوف لهم الفيديو حتى التوانسة أني نحكي على التوانسة لأنه المحتوى هذا مديرين للتوانسة واحد ما يشوف الفيديو مش تعرفوا الوزن تاع الجزائر هل قدمت مطلب وإلا ليه للوقع مجهورها وإلا ليه قدمت مطلب موجودة في الليسة قدمت مطلب موجودة في الليسة اللي تم التوزيحها في صحف كبيرة في العالم سيد أحمد اليوم فهم شروط هي للانضمام للبريكس من بينها أنه معينة شروط معينة لابد من تحقيقها أولها رفع الناتج الداخل الخام فوق مئتين مليار دولار داخل كل بلاد إلى جانب مؤشرات أخرى الله يبارك تما كتقولي هذا العفايس ما تحقوش في الجزائر إما لا تحقوا في إثيوبيا ها؟ تحقوا في إثيوبيا واقيلة ولا تحقوا في الأخر ها؟ في الدولة المصرية حبيت نفهم برك؟ هل جاتكم غير الجزائر؟ الدولة المصرية عندها 164 مليار دولار دين ودخلوها في البريكس ما عنداش علاقة بالاقتصاد غير ما كلها ديروا روحكم فهمين مثل مستوى التصدير والتنمية البشرية وجهود الاستثمار وغيره تدرسها الدول التي دول البريكس من أجل ضم أي بلد اليوم ربما الشروط هذه قد تكون متوفرتش في دول مثلا مثل الجزائر أو فلسطين أو غيرها من الدول الأخرى كيفش تنظر إلى قرار عدم ضم الجزائر بعيدا عن لغة الأرقام سياسيا عدم قبول مطلب جزائر كيفش تقرأ؟ خصطان الجزائر وعلاقاتها الكبيرة أدروا حكمة إذا نحب أن نستخلصوا حكمة هيا نسمعوا الحكمة التونسي هذا وش راهو حاب يقول هيا نسمعوا فيك كمل فإن مصر وأتيوبيا دخلوا جميع في البريكس لأن كان الصلة بين الجزائر والمغرب كان الصلة جيدة وأقليميا عندها وجود الله يبارك والله ما على بالنا قل لك باللي لازم تكون الصلة بين الجزائر والمغرب مليحة بش يدخلوا الجزائر في المنظمة والله يكون على بالي كما اكذا ما نسحقش ندخل حتى منظمة في العرب ما نسحقش خلاص يا أخي حال ركنا رد عليها تقبلوا أكيد أكيد كانوا ينظموا لكن الحكمة من دول البريكس هي أنها ما تتوسعش في مناطق متعزمة تشهد الله يبارك شفتوا يا الجزائريين بش نعتلكم يعني المستوات يعني أعلى طبقاتهم زع ما هذا مو حل الاقتصادي ولا السياسي ولا ما على باليش شوف شوف يا الفايح اسمعني مليح حلو اثنيك مليح نعود لك الدرس مليح نتعرك تتكلم على أساس أنه المنطقة مثلا لتع شمال إفريقيا منطقة متأزمة هكذا تتكلم كما هكذا لكن هيا فهمني كيفاش كيفاش البريكس قبل مصر وإثيوبيا اللي راه هم داخلين في أزمة وهذه الأزمة عندها 40 سنة ها؟ وشهد التوسط الجزائر فيها راني نحكي على أزمة سد النهضة مش سد النهضة الأزمة هذي كتاع نهر النيل ها؟ أزمة عندها شحال وهي ماشية لكن دخلهم يعني عاود عاود أقرى دوروس كمليح على بالي يراك كثرت شوية من الزوتو اللي بعثهم لكل مراركة البريتيش وذلك ليدفع إفريقيا الجنوبية اللي وعدت الجزائر وكانت مع غيرها معنى السعاو إلى تعزيز الترشيح الجزائري اضطرت إفريقيا الجنوبية اللي هي تحترن القمة أنها اتكلمت على الدولة الصحراوية وحقوق الصحراوية وكل فماش مع الظلم شوية من أعلام الجزائر من هالنكسة هذي هاكم تشوفوا يا الجزائريين قال النكسة هذي كشغول يزيّر على لسانه ويهدر فيها النكسة هذي وش بيك صاحبي وش بيك وش بيك والله صح وش بيك علش راكم حاقدين كما هك علش الحقد تعكم موصل لهذه المستويات ها الجزائري عمره ولكن حاقد عليكم والحمد الله احنا يا لاباس عايشين بيان اليوم وغدوة نعيشوا لاباس نعيشوا آلاز احنا في بلادنا ماشي كيفكم يا الطلابة ايه نقولهم طلابة لأنه وضركة وقلت لك الهدراتاعي راح تتبدل معاكم يا توانسا انتم طلابة انتم جيعانين نبينلكم بالي راكم جيعانين او ماك الله شحال من فيديو درتو كل خطر نزيد نلقى فيديو جديد تاعتوانسا يقول لك بلا 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 الجزائر ارانها رايعين تفرج مليح يا الطلاب تفرج مليح هست راحت مكسوكي هست راحت عشرة توس اقسم بالله كانت هزنا تزير نحنا ما نصحوا كل نولوا تابعين تزير انا تابعين تزير مش هاي اللي عايشين متزير نتكيفهم من تزير ما زوتنا متزير وش نعملوا بها ايه تزيرين متسكرت تتسكرت تزيره هنا قاعدين نحنا في معطن ديات فريانة تابع لولاية القصريين منطقة حدودية دي هاي اللي عايش هادي نحن فاكه علينا ربي والحد يختار الحد تعرف المليح تاكف يجيبوا عسل الفرنك حد هم سكرت لا اقسم بالله كما تصهم في زرطة بعدها والله كما حابسة لاخير درس هاي سيدين كيفاش حابسة؟ حابسة معناش من الانوكم حابسين نحنا نحنا كانت حركة الوية حركة ما تحركش الوية فامت علاش قتلك جيعان وقتلكم جيعانين وطلابة لانكم عايشين بنا يا التوانسة فهمت؟ يعني قبل ما تسبوا وتتكلم في الجزائر تفكر برك هذا المسكين اللي يراه يقول رانا جيعانين بلا الجزائر ما ناكلوش بلا الجزائر لقمة العيش ما نلقوهاش إما لاغر عودوا حساباتكم مليح مليح يا التوانسة واني نقول لكم غلطة تحياتكم لي خلطوا فينا وهذا راح تتبدل معاكم خلاص تتبدل ملخة هذه هي المهم يا الجزائريين وش حبيت نقول لكم افتخروا ببلادكم اليوم وغدوة وما كانش كما بلادكم حبه ما نحبه وكرهه ما نكره وبربي ان شاء الله بلادنا رايحة في طريق صحيحة وحنا اللي نطلعوا بلادنا وحنا اللي نبنيوا اقتصاد بلادنا وما نسحقوا حتى خانز وحتى فايح يجي يهضر في بلادنا هذه هي ما تنساوش خليوا اللايك تاعكم للفيديو رسالة هذه نسحقها توصل لكامل الجزائريين وكامل التوانسة وش يعرفوا مليح وش يسواوا الجزائريين ايا في الامان نتلاقوا في فيديوهات قادمة اشتركوا في القناة